نريد نصيحة للشباب الذين يهملون طلب العلم ويجرحون البعض من غير أن ينصحونهم وكثر الحجر بين الشباب هذا كما سبق على الشباب أن يتوجهوا لطلب العلم من العلماء وأن لا يتنقص العلماء عليهم أن يحترموهم وأن يتعلموا منهم وأن يوقروهم لأنهم خير الناس العلماء هم خيرة الناس كما قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير قال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا قلوا الألباب فالعلماء لهم منزلة رفعهم الله بها على غيرهم فعلى الشباب وعلى غيرهم أن يتقوا الله وأن يحترموا العلماء وأن يطلبوا العلم عند العلماء وأن يتناصحوا فيما بينهم بترك الغيبة والنميمة والتحريش والتفريق بين طلبة العلم وبين العلماء عليهم أن يتقوا الله لأن هذا من الشيطان من شياطين الإنس والجن يريدون أن يفرقوا هذه الأمة وأن يفصلوا بينها وبين علمائها حتى يتسنى لشياطين الإنس والجن أن يظلوا الناس ويفسدوا دينهم ترجمة نانسي قنقر